ماذا تابعك من بعد أن تساعد قرائتك؟ ماذا ستفعل؟ ماذا هو الوظيفة التي تساعدك؟ الأغلبية لا تكون لدي رؤية على ماذا يكون من وراء القرائة ستفرأ أنك ستأخذ ديبلوم أو كارتونة في الأخير ولكن هذه الشهادة ليس هي التي ستضمن لك المستقبل ليس هي التي ستجعلك تستاقل ليس هي التي ستجعلك تكون متمييزة على الآخرين حيث في الأخير المعطاف خديتي ديبلوم في الوقت المهم ستحصل عليه في الأخير إن شاء الله لا تكون محديتك لدي رؤية شهادة لذلك العام لديت طلبة حتى لا تأخذ ديبلوم في ذلك الوقت فإذا كنت معك فإذا كنت تعرف ماذا ستجعله وماذا ستجعله معك من غير ديبلوم شيء إضافي ما الذي كنت تقرأ وليس حتى الثاليتي ولكن إذا كنت تكتافي فإذا كنت تعطيك ونجح ونضع لديه وفي الأخير أخذ ديبلوم لذلك في الأخير لذلك ستجعله بلدي بروفيل في حالك وكثير من الناس لديهم شواهيد في حالك لذلك ستجعله لإضافيين وليس ستتعلمهم حتى تتسجيل قرائتك لا سيدي ستجعله من البديدة القرية وكثير من الأول صراحة من هذا وكنت أسنى الفرصة المناسبة لكي نسجل هذه السلسلة وقيتها ستكون فيها احتياج أو بزوان لهذه المعلومات ونصائح التي سنشارك معكم على طول هذه الحلقات ولكن من فكرت جيد فلقيت بأن هذا الشيء يجب أن يعرف الطالب في الأول يعني بمجرد أن يضع رجله في التعليم العالي سواء في لفاك أو في الزيكور أو في الستيتيو أو في الكلاس بخيبة سأخذ تكوين ومن المهمة على ما ستتابعك من الذي ستتساعد قرائتك ما ستفعله بالمجرم أو بالتخصص الذي تقرأ ما ستقرأ ما ستقرأ ومن المهمة على القراءة وما ستعطيني الجامعة لأن الثلاثة ستنسى قرائتي لأنني ستقرأ وكذلك في الخدمة ستقرأ أو ستقرأ في الصيف ومهارات آخرين يجب أن يتعلمهم الطالب لأن أي تغيير وقع أي تغيير وقع من هنا لثلاث سنين إلى أربع سنين إن شاء الله من بعد أن تأخذ ديبلوم لا يقع لك شوك فكأنش حويج وشي مهارات المشتركة التي يجب أن تتعلمهم أي طالب كيف مكان تخصصه إن شاء الله لا يجب أن يجب الخدمة في ذلك ما يقرأه إذن هذا الشيء الذي ستشارك معكم فلازم على أي طالب خاص يأخذه ليس حتى يسل قرأته عادي يبدأ يبحث لماذا؟ إذا لم تدروا لك هذا أو أنت لم تدروا لك ومشي تقلبت بحديتك فلا سيكون لديك هدف وكيف تقول الناس الأولين عرس ليلة تدبيره عام الخدمة التي يريد أن تسلقها إن شاء الله فتدبيرها ثلاث سنوات أو خمس سنوات ليس شهر أو شهرين حيث لا يجب أن توجدهم من ذلك هذا يزيد أن العالم ليس جديد وكذلك المعشد الخضائي حتى يتبدل ويتغير طرق لكي تقلب على خدمة أو الأصطاج لذلك الحالة هذه ويجب أن تسلقها بطريقة عادية لا يجب أن تكون فعالة ويجب أن تتعطي أكلها جيدة ويجب أن تزيد عليها التخصص المتبعين ويجب أن تدروا هو أنك تستطيع أن تكون اليوم اختارتي أحد الشعبة ودخلتك تقرأ وبقيت محدود في المجال القراءة ويجب أن ننجح ويجب أن تنجح لك أحد الشعبة المتبعين في المدة لتأخذ مني حتى نحصل على ديبلومي يعني ثلاث سنوات أو خمس سنوات ويجب أن نتعطي فرص ويجب أن نتعطي فرص الشغل في هذا المجال اللي قرأت إذا كان الفرص كثيرين الحمد لله هذا ما يريدنا يكون لدينا اقتصاد في التطور وإصدهار وكل شيء يخدم ويصف لراسه وكل شيء يكون بيخيره على خير والعامزين ولكن إذا كان الفرص قلال وقلال بالزال حيث أنت لا تكون عارف طبيعة الحال إذا كنت تقرأ وما تحاول تربط ذلك الشيء التي تأخذ من التكوين مع الواقع والصوق ماذا يريد فيه؟ يعني عندما ستتسلق لك إن شاء الله ستكون عارف ذلك الشيء الذي قرأتي فين خدام وفين مقبول وماذا هو الجديد والشركات التي تزايد في هذا المجال والصوق كيف يلعب وأهم شيء ماذا هو البروفيل الذي يجب أن تبني لكي تكون منافس قوي ويجب أن تقوم بلاسك في الصوق وبالأخص إذا كان الفرص القلال في هذا المجال كيف أنت ستكون مبين هذا القلال والواعين في هذا المجال والذي لديهم البروفيل سوبر البروفيل؟ أو الإنستاغرام أو سنابشات كيف أن نظر على البروفيل الذي يوكل الخفز والذي يتمثل في ثلاثة الحوايش المهارات التقنية المهارات التقنية المهارات اللغوية المهارات اللغوية وآخر شيء المهارات الشخصية هذه الثلاثة ستكملت لكي ترجع لك في الأسئلة وكل مرة تزيد فيهم قليلاً كل ستة شهر أو كل عام كان يزيد حتى 15% في المهارات التقنية 15% في المهارات التقنية وكي ترجع لك وهنا ستكون لديك يعني أنا سانية هذا العام هل حاصلة ديالو؟ وتحسب مع رأسك مزيد ويعتبر رأسك في حل مشروع وفي آخر العام كان نقيس الأرباح ديالو وماذا مشروع ديالي؟ غادي في التطور أو واقف؟ مستاغني وراح فعلاً انت حالياً من مشروع ديال رأسك والأرباح ديالك هي أي حاجة تتعلمها وكديدها الراسك حيث سيأتي واحد من نهار وكي تبدأ جنياً فإذا رأيت هذا الفيديو فحاولت تكمل معي الحلقة جيدة لا تقول لك أن تنساني ونعاود الرجاء أن نرى هذا الشيء حيث تستطيع أن تأخذ ديالك وتستطيع أن تقلب على الطرق لكي تستطيع أن تقرأ ستقول لك أن تكون تحت في هذه السلسلة تباً من حيال هذه وقل لي هذا الراحل سوف نتعلمون بطريقة احترافية بطريقة احترافية وشي يحويج لكثير منهم سوف نغيروا فيكم بزاف ونجعلكم تقلبوا من ذلك وتكونوا طالبا فضوليين للإشارة هذه السلسلة رهموا جهل الناس اللي سألوه قرأتهم ويقلبوا على أستاذ وخدمة والطالب اللي ما زال كيقرأوا جوجد الشريحات ولكن اللي ما زال كيقرأ فقد تكون عندهم معارفة مسبقة ماشي حتيسة لقرأته وذلك الشي اللي سيحتاج في الآخر سيكونوا يوجدوا معاه ملو ديبار إن شاء الله وبقوة تشوفوها من دابا نشوفكم مراجية إن شاء الله سلام عليكم